لضعي هذا المسالجهة البرنامج انا نرى في الجهة من واجهة البرنامج وفي الجزء المخصص بضافة الكتابة وملفات الفريق والفيديو والثار الى الشرع ونرى في هذا الجهة البرنامج الجزء يます بلاحظات الى الشرعه وفي الجزء الانات من المعفظة تظهر اللوحات لانتظار سنصع الروحات تنمسي المبعد وفي أعلان البرنامج وفي العنوان تخدم هذا الشريط إظهار التعامل حاليا وأصدر الشريط الشريط القائم سدلة نيوتوب البار والذي يستخدم الوصول إلى العنوان الخاصة بالبرنامج فلتضيق أي من أواني البرنامج أحد القائم سدلة ثم نقوم بسيارها من القائمة القائمة خوائم تظهر مجموعة الوامر التي يستخدم بشكل مجرد داخل ألبنامج ولوضع الجميع الأواني الموجودة بالقائمة نضغط عن المزوج موجود أسهل أو أم أو نقصر على هذا الشيء في لحظات ونرى أن بعض الأوامر تظهر لون الرمائي وهذا يمكن أن هذه الأواني غير مساحة وتصبح الأوامر متاحة في ظروف ما نحن الظهور في الخاص بجوار الأواني وهذا معنا أنه عندما قال أحد هذه الأواني ويظهر مربحه لإعداد أفضلات أخرى في هذا الأمر ونرى أن بعض الأواني الأخرى تحتوي لهم جانبين وهذا يعني أن هذا الأمر تظهر عن قائمة تسوي على عدة أفضلات أخرى بدونها والإغلاب فيه القائمة نضغط الأواني في أي مجرد هذه القائمة وإن فيه يوجد جميع الأواني الموجودة من القائمة كوضي عند قائمة هذه القوائم بفترة أن부터 ن survol وفي المساعدة أفضلات 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 إهم من Rekas ومن المربع الثمي نضغط مستوى بالقائمة ونأ commune اليوم في هذا الشريط مفتاح ستشير الى الآخر وضغط على هذا المسأل تظهر الغابة الخاصة بالشريط Standard Toolbar يمكننا عرض من الشريطان بفتيار Two Buttons Intents أو بسجح حلقة المسللة المسألة بفتيار كالثمار بفتيار Standard & Tool Tools ثم نقوم بفتيار سيتم بشريط Toolbar الشريط القوانين New Bar ثم عرض الشريط Formatting Toolbar أسفل الشريطان بفتيار ويحتوي الشريطان بفتيار عدة مفاتيح تساعد لإنجاز المسألة شائعة الإجام داخل أجمع فتح وحيوة الملفات بينما أكدتها وظيفة الفتيح تضع المؤشر في هذه المفاتيح تظهر رسالة تصويرية توليك وتظهر مظيفة تصويرها ويحتوي بفتيار Formatting Toolbar على عدة مفاتيح خاصة بحيوة الكتابة وإنما تغيير تفضل الشرائح وفي الواقهة البرنامج نرى الشراء من Toolbar ويحتوي هذا الشريط ترسم الأشكال مثل المربوة الدائرة داخل الشرائح وفي أقصى اليسر من واقهة البرنامج الشريط عن Toolbar يحتوي هذا الشراء على عدة مفاتيح تستخدم لفتيار البيانات لذلك الشرائح وشغل تتعرف على مفاتيح هذا الشريط فصلياً فيه ويمكن أن ترحض الشرائح داخل الواقهة البرنامج حول العددات التي يكون بعمل يمكن أن نحذ شرائحة الشرائح لوجهة البرنامج نضغط بالمساحة نزل ماوس على العدد من الشرائح البرنامج فقط طائمة بالشرائحة المتوسرة داخل البرنامج ويضهر علامة بجوار أحيحة المفتوحة داخل الواجهة البرنامج ولإظهار أي الشرائح والشيء نضغط على شر وإنفتح هذه البيانات داخل البرنامج وإذا أردنا أنه يمكننا لك هذا الشريط بأي موضع داخل الواجهة البرنامج بالضغط لشريط الموضوع الذين يقومون بإغلاق الشريط بالضغط على المفتاح الموجود أعلى الشريط أو بثالث قائمة المستخدمي وإستيار الشريط نريد إزالة من مواجهة الموضوع بسلال أرقاب العيات والبار فيستقاء هذا الشريط من مواجهة الموضوع